بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فمنذ وصول الفتوحات الإسلامية إلى المغرب العربي والناس على تمسك تام بمبادئ الإسلام سواء كانوا عربا أو أمازيغ فهم كما كان أجدادهم سنيين أشعريين وبعد تأسيس جامعة الزيتونة كأول جامعة إسلامية في تونس تأسست في تلكم الربوع نواة لأهل السنة أسست على إثرها جامعة أخرى بجامع القرويين بفاس بالمغرب وبسبب هذين القطبين شع علم أهل السنة الذي هو مفتاح الجنة أما المذهب السائد فهو المالكي وقد كان الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ورضي عنه لا يركب بالمدينة دابة وهذا فعل أحدثه الإمام مالك لم يفعله الصحابة الذين هم أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرى الإمام مالك بأسا في فعله ولم ينكر عليه أحد من العلماء ذلك قال القاضي عياض المالكي السبتي في كتاب الشفاء كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة وكان يقول أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة إذن فأتباع هذا المذهب هم من يعمر تلك الديار الطيبة وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم نشأوا وترعرعوا فلا غرابة إذن في استعدادهم قبل وقت طويل لإحياء المولد النبوي الشريف فقد كان الناس يحتفلون بهذه المناسبة ويعبرون باحتفالهم عن انتمائهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أيام دولة بني مرين والمرابطين والحفصيين وفي عهد بني زيان في تلمسان وعلى عهد ولاة الخلافة العثمانية وأيام الدولة المعاصرة أيضا فإحياء المولد متأصل في العمق التاريخي والثقافي والديني ناهي كأن أول علماء أهل المغرب الذين ألفوا في جواز الاحتفال بالمولد هو الحافظ بن دحيا المغربي وكتب مجلدا أسماه التنوير في مولد البشير النذير ومن علماء المالكية المعتمدين في المغرب الشيخ البناني علماء طنجة وسلسلة السادة الغمارية والإمام المراشي دون أن ننسى علماء جامع القرويين بفاس أما من الجزائر فهناك عبد الحميد بن بديس والعربي التبسي ثم العالم الولي الزاهد الشاعر الذي أفنى عمره في متح المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الأخضر بن خلوف دفين مستغانم وأما في تونس فإن مشايخ الزيتونة يتقدمون المحتفلين بل وهم الذين يلقون محاضرات قصة المولد في مساجد البلاد وعلى هذا الأساس فإن في المغرب العربي يوجد إجماع رسمي وشعبي على أهمية الاحتفال بالمولد الشريف وهو يوم عطلة رسمي في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومن الناحية الاجتماعية يعتني الناس بتجديد طلاء البيوت إظهارا للفرحة مع بداية شهر ربيع الأول أو كما يسميه البعض شهر المولد كما يكون هذا الموعد موسما للخطوبة تبركا بصاحب المناسبة وأملا في القبول كما تحني النسوة أيديهن وأرجلهن ويكون الصبيان الصغار على موعد مع الختان الطهور وتكثر الندوات الثقافية والشعرية بالمناسبة حتى أنه في مراكش كان يحصل إلى وقت قريب مسابقة في المديح كما كان في سوق عكاض يعني المديح الفائز يعلق يوم السوق في وسط المدينة كما تنظم مسابقات في حفظ القرآن على أن تقدم الجوائز يوم المولد وفي ليلة المولد يقصد الناس المساجد للاستماع للإنشاد الديني والمدائح النبوية هذا بالإضافة إلى قصة المولد ومختصر من السيرة النبوية بأسلوب شيق يشد السامعين وفي صباح اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول يتجه الرجال إلى المساجد لسماع قصيدتي الهمزية والبردة حتى الضحى وتكون النسوة في الأثناء تعد الأطباق الخاصة بالمناسبة ففي تونس مثلا لا يكاد يخلو بيت من العصيدة العربي وعصيدة الزجوجو أو عصيدة البفريوة وفي ولايات الشرق الجزائري تتشابه العادات مع التونسيين أما في جيجل فقد بقي الأمازيغ محافظين على عاداتهم وبالخصوص أطباق الفتات وغروف كما يهتم سكان الجزائر العاصمة بالطمينة والغرايف وفي تندوف يعتني الناس بأكلة شعبية مرتبطة بالمولد الشريف وهي المردود أما في المغرب فإن البغرير والأحلاوة لا يعلو عليهم طعام في ذلك اليوم عند الناس أما في وقت العشاء فالمجال مفتوح لمهارات النساء في الرشتة بالجاج والكسكسو أو الطعام أو الشخشوخة أو البصطلة أو الطاجين نعم إنها ولائم لا يبغي فاعلوها إلا مرضات الله وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبيرا عن انتمائهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وهكذا يعلم أنه لا مجيبة لمن يدعو الناس لترك الاحتفال بالمولد فأهل المغرب سنيين على عقيدة التنزيه يقولون إن الله واحد موجود وبالحق معبود شأنه عظيم لا يفنى وله الأسماء الحسنى خلق المكان والزمان وقبلهم كان سبحان ما يتغير ولا يتبدل ولا يتحرك ولا هو ساكن ما عنده طول ولا عرض ولا هو في السماء ولا في الأرض لا إله إلا هو ولا واحد يشبه والانبياء بكل مسلمين من أولهم آدم إلى آخرهم محمد الأمين ما فيهم ولا واحد كان كافر ولا شك في الرب واللي يقول بالعكس كذب ما سرقوا ولا زناوا ولا كانت قلوبهم متعلقة بإنساء التوسل والتبرق من الدين وهكع المونساداتنا الصالحين هذه هي العقيدة توصل للحياة السعيدة عقدت عليها قلبي وعرفت بها ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير